مرحبا بحراركم مرحبا خليل السبب شرفني و بنوارني شهاب ايك الوبراهيم جادوا الحديث عن نهائي اليورو النهاردة شهاب من لعيبة كنت متوقع تقلقوا من لعيبة ما كنتش متوقع تقلقوا متقلقوا جدا في عزي البطولة يمكن احنا كان في قايمة كنا محضرينها الخمس لعيبة ما كانوش على البال او ما حدش كانت تخيل قبل البطولة ان هم دول اللي هيظهروا وينواروا في البطولة انا عاش من القايمة بس نفسي بقى فيهم فابيع نويس لا مش موجود فيهم ده خطير موجود فيهم كانت نوجولو كانت هاتب قايمة شباب بعد النقلة كبيرة اللي بعد ساب تشيلسي وسب الدور الانجليزي وسب اوروبا كلها وانتقى الاتحاد السعودي ناس كتير قالت خلاص هيبدأ يبعد وخلاص هيخش في اطار اللعيبة اللي بتبطل وبيتم استبعدها من المنتخب بعد السنتين غيابة عن المنتخب فرنسا بيرجع تاني وبيشارك مع المنتخب فرنسا واول ماتشين لي مع المنتخب فرنسا بياخد احسن لعب في المباراة في البطولة وبيظهر مستوى كبير وشخصية كانت يمكن يعتبر كان هو على رأس القايمة اللي كانت اللي اخترناها في اللعيبة اللي ما كانش متوقع انها تتقلق في البطولة وازهرت شخصية كبيرة طبعا جورجيس حارس منتخب جورجيا واعتبر اكتر حارس تصدى للكرات في البطولة واحد من ابرز اللعيبة اللي ظهروا في البطولة وبرضه ده من ضمن اللعيبة اللي ما كانش حد يتوقع انهما يظهروا بالشكل كبير اللي ظهروا في البطولة فده ده واحد من ضمن اللعيبة اللعيبة التالت اللي معنا جاجبه طبعا لعب ليفربول ومنتخب هولندا ظهر بشكل مميز بصراحة انا ما كنتش متوقع انه يظهر بالشخصية دي في مركز الجناح الشمال ولعيب دايما عنده حتة الشراس على الجون وعنده الحمية اللي احنا شوفناها مع منتخب هولندا فلعيب كان من ضمن اللعيبة برضو اللي ما كانش حد يتخيل اللي هو يظهر بالشكل والصورة اللي ظهر بيها مع منتخب هولندا في النسخة الحالية من اليورو اللعيب الرابع طبعا كلمنا عنه كتير والامين يا مال طبعا لعيب في السن الزغير ده وانه يظهر على الاقل احنا مكونش متوقعين انه يبدأ اساسي مسلا واشتغل بديل وما ينورش بالشكل الكبير ده انه واحد من افضل لعيبة طبعا شابي سيمونز برضو واحد من ضمن اللعيبة يمكن التسجيلات طبعا الرقم مش مظبوط هو لعب ست ماتشوط سجل هدف وصنع هدفين يمكن الارقام بس مش مظبوطة لكن هو واحد من ضمن اللعيبة اللي كانت مميزة في البطول شابي سيمونز انا شايفه انه او ده رائي ده من اعب حتى بطول دي انه هي واحد من اهم اللعيبة اللي في العالم يعني هو كان اعرى للايبزيج ورجع لباريس سان جيمان وعليه خناقة وطلب من منشستر يونيتد وده يمكن اغلب اللعيبة اللي احنا جبناها دي بعيدة عن نجولو كانتي بقى عليها مطلب كبير جدا من انديها كتير في اوروبا واخيرهم تشافي سيمونز اللي منشستر يونيتدخل فيه بقوة النهاردة وعايز يتعاقد معاه فده يمكن ابرز اللعيبة اللي ما كانش حد يتخيل قبل اليورو انها تظهر وتنور كده